تتنوع أصناف القدوع في يوم العيد ولكن تبقى الحلوة البحرينية هي الأشهر في الخليج العربي بين عدة أصناف منها الموالح والحلويات الحديثة والشعبية ما أن تقبل عليها تشدك رائحتها الزكية وطعمها المتميز والثابت والذي لا يتغيرها على مر السنين فالحلوة البحرينية سيدة مائدة الضيافة في الأعياد والمناسبات في البحرين وخارجها حلوة اليوم هي المسيطرة في الأسواق في المناسبات كلها حلوة يأخذونها بأمور واحدة بالعلب الصغيرة يوزعونها على الضيوف على شكل غالب على شكل مكسرات الحلوة متمسكة بأصولها القديمة والحلوة القديمة جداً لا زالت عندنا موجودة وهي أكثر شيء يمبع عندنا اللي هي الحلوة ملت الأول وهي أكثر الناس يرغبون فيها هي الحلوة الحامرة بالزعفة وليه الحين موجودة في الأسواق وإحنا عندنا بالذات هي الأفضل نعم ظهرت الحلوة هذه الخضرة والحلوة اللي يسمونها الملكية والحلوة هذه بس الحلوة الحامرة هي الأفضل اللحظات الأولى لظهور هلال العيد يتهافت الناس على محلات الحلوة في البحرين حيث يقبل الزبائن من داخل البحرين وخارجها لطلب صواني الحلوة لتقدم على طاولة الضيافة بشكل جميل العيد يصير إغبال عليه على الحلوة وايد فالناس يتيب معينهم وصحونهم قبل ثلاثة أيام حق ليلة العيد يأخذونهم فيصير العمل في العيد شديد وايد ليه فيه يوم العيد نشتغل فالإغبال على الحلوة يوم العيد وايد كبير كبير جدا حلوة بأنواعها عندنا حلوة التقديم اللي هي قطاع صغيرة بالفستق وبالمكسرات وبالحليب وبالتين ودي بالإضافة إلى أن صارت النكهات كثيرة رمان ومشمش وخوخ وايد وايد أشكال الحلوة أصبحت من تراث البحرين وهي الآن يعني وأنا أعتقد يعني أن اليوم السايحة والخليجة لين هي البحرين أنا متأكد أن يقولون لا لا تنسحها الوشويطر فهي أصبحت بصمة يعني ما في شك في هذه الشيء هي اليوم أفضل من أي نوع من الحلويات الناس يفضلونها اليوم الحلوة هي اللي ما أخذها التب في الحفلات وفي المناسبات حتى السياح السياح اللي يقولون هنا ورزة حلوة لأن يسمعون كلمة حلوة يعني يطلبون الحلوة ويرغبون فيه ويشترون يأخذونها أصناف متعددة ونكهات مختلفة للحلويات في العيد إلا أن الحلوة البحرينية هي الطعم الأصيل والنكهة الفريدة في الركن الثابت في البيوت البحرينية في أيام العيد وبالرغم من وجود اللمسات الخاصة عليها وبإضافة بعض النكهات والألوان الجميلة ولكن لا يخلو أي بيت في البحرين من هذا المذاق اللذيذ المرتبط في أذهاننا بأيام العيد الحلوة البحرينية الطبق الشعبي الأصيل الأول في الأعياد والمناسبات وذلك لما تتمتع به هذه الحلوة من مذاق طيب وجودة في الصنع وتعد اليوم من أبرز الأطباق الشعبية في المنطقة خولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين